الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يومئذ لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه يا عباد الله اتقوا الله واستعدوا ليوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوذ وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يا عباد الله اتقوا الله وتدبروا قوله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فيا عباد الله اتقوا الله واستعدوا ليوم القيامة يوم الآخرة يوم لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح ولا يضره إلا عمله السيء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله إن الله تعالى شرفنا بهذا الإسلام وشرفنا بهذا القرآن وامتن علينا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه أعظم نعم الله علينا نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيا عباد الله علينا أن نحفظ هذا الإسلام وعلينا أن ننصر هذا الإسلام وعلينا أن نعمل بهذا الإسلام وعلينا أن نعمل لهذا الإسلام يا عباد الله إن نعمة الإسلام ونعمة الإيمان هي أعوام نعم الله سبحانه وتعالى علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا عباد الله إن الله تعالى شرفنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله ليكون خاتم الرسل وأشرف الأنبياء وسيد المتقين المبعوث رحمة للعالمين كلهم فيا عباد الله اتقوا الله واحفظوا هذا الإسلام احفظوا هذا القرآن احفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اصروا هذا الدين الله تعالى يخاطبنا جميعا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله فالله سبحانه يأمرنا جميعا أن نكون أنصارا لهذا الإسلام وأن نكون أنصارا للحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذم والعدوان يا عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن قدوة وهو أكمل أسوة عليه الصلاة والسلام قال فيه عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا النبي الكريم هذا النبي الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أعظم أعماله في هذه الحياة في هذه الدنيا هي نصرة الإسلام وتبليغ دعوة الله إلى الناس أجمعين نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك جميع الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا جميعا يخصصون كل أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم وكل ما وهبهم الله تعالى يجعلون ذلك كله في نصرة الحق في نصرة الإيمان في نصرة الإسلام في التعاون على البر والتقوى في إقامة الدين في محاربة الباطل في محاربة الشر في مواجهة الكفار في مواجهة المنافقين في مواجهة المفسدين هذا الإسلام قام على الإيمان وقام على التوحيد وقام على العدل وقام على تحريم الظلم وقام على النصرة والتعاون على الحق الله تعالى قال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مَا لَا يَفْعَلُونَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَيُوتُونَ الزَّكَاءُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أنصار بعض بعضهم أعوان بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه فريضة من فرائض الله واتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم ومعهم في الدنيا والآخرة وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم فالنصيحة والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها فرائض شرعية وكلها وسائل عملية لنصرة هذا الإسلام لنصرة هذا الحق لمواجهة الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا عباد الله ما هو واقع عمتنا الآن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أين نحن الآن من الإسلام أين نحن من القرآن أين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ يَا عِبَادَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهُ وقال عز وجل يحذر من العوائق التي تمنع من نصرة الحق ومن الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله ومن نصرة الإسلام ونصرة المسلمين ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام يحذر تعالى من هذه العوائق ويعمرنا بالحذر منها وأن نكون أنصاراً لهذا الدين وأنصاراً لهذا القرآن الكريم وأنصاراً للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي بلَّغ رسالات الله الذي بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته الكرام وعلى رأسهم خلفائه الراشدون أدَّوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده وبلَّغوا الإسلام وكانوا قدوةً صالحة حتى أتاهم اليقين وكذلك التابعون لهم بإحسان وكل من اهتدى بهذا الإسلام من العلماء والفقهاء والدعاة إلى الله والمسلمين الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول تعالى محذراً من العوائق التي تمنع من نصات الحق قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ عَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ هذه هي العوائق الثمانية التي تمنع من نصرة الحق من تغلب عليها من جعل فوقها رضى الله ورضى النبي صلى الله عليه وسلم والفوز بجنات الفردوس فقد فاس فوزاً عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما يا عباد الله إن أمتنا اليوم أمة الإسلام أحوج ما تكون للنصرة وأحوج ما تكون للنصيحة وأحوج ما تكون للدعوة إلى الله وأحوج ما تكون لأن تسمع كلمة الحق وأن ترى القدوة الصالحة والأسوة الطيبة فيا عباد الله انصرواها للإسلام فإنه ديننا إنه عزنا إنه شرفنا إنه صلاح دنيانا وأخرانا كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه إنا قوم أعزنا الله بالإسلام إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فما تبتغينا العزة في غيره أذلنا الله فما تبتغينا العزة في غيره أذلنا الله نحن عزنا وشرفنا ونصرنا وصلاح دنيانا وأخرانا في هذا الإسلام في هذا القرآن الكريم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله أين نحن الآن من المسلمين إخوتنا في سوريا يقتلون ليلا ونهارا إخوتنا في سوريا بلاد الشام بلاد العلم والعلماء بلاد ابن تيمية بلاد ابن القيم بلاد النووي بلاد العلماء الأجلاء هذه البلاد الإسلامية العزيزة الآن يعيث فيها الكفرة والظالمون يعيثون فيها فسادا فأين نحن من نصرة أهل السنة أهل الإسلام في سوريا أهل فلسطين أهل أولى القبلتين أهل المسجد الأقصى المبارك أين نحن من نصرتهم أين نحن من معاونتهم وهم أهل المسجد الأقصى المبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أهل مصر أهل أرض الكنانة بلاد الصحابة بلاد مصر بلاد العلماء الأجلاء بلاد الفقهاء بلاد الدعاة إلى الله بلاد الإسلام مصر الآن تحت احتلال الظالمين تحت احتلال الطغاة شأنها شأن سوريا فيا عباد الله أين نحن من نصرة أهل الإسلام أهلنا في أفغانستان المسلمون في أفغانستان من ينصرهم من يعينهم والله تعالى يقول وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر إخوتنا في بورما ميانمار من ينصرهم يحرقون يقتلون إخوة المسلمون في إفريقيا الوسطى هنا في إفريقيا في إفريقيا الوسطى من ينصرهم من يعينهم يا عباد الله هذا الإسلام يحارب في كل مكان يحاربه الملحدون يحاربه العلمانيون يحاربه الكفار اليهود والنصارى أين من ينصر الإسلام يا عباد الله من ينصر هذا الدين الله تعالى سيسننا عن هذا الدين هذا الإسلام هل نصرناه كما نصره النبي عليه الصلاة والسلام وكما نصره الصحابة رضي الله عنهم أين نحن من نصرة الحق يا عباد الله إن الله تعالى بيّن أسباب النصر من أراد أن ينصر الحق وينصر الإسلام عليه أن يتخلق بأخلاق أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل اليقين وأهل الإسلام الله تعالى يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الإيمان هو أول أسباب النصر لكي ننتصر على الأعداء وننتصر على أهل الباطل وأهل الظلم لا بد أن نقوي الإيمان في قلوبنا ونقوي اليقين في صدورنا كذلك يا عباد الله لا بد أن نتخلق بالتقوى لا بد أن نتخلق بأخلاق المتقين حتى ينصرنا الله تعالى والله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك يا عباد الله لا بد أن نخلص التوكل على الله تعالى أن نتوكل على الله الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله التوكل على الله والتقوى والإيمان وكذلك أن نحافظ على وحدة المسلمين أن نحافظ على وحدة المسلمين هذه أيضا من أهم أسباب النصر قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نحذر من التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كذلك يا عباد الله أن نكثر من الدعاء الدعاء هو العبادة والله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فيا عباد الله أعظم أسباب النصر تقوى الله تعالى والإيمان واليقين والتوكل على الله تعالى والمحافظة على وحدة المسلمين أخوة المسلمين ووحدتهم وكذلك الدعاء الدعاء هو العبادة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا خير الغافرين اغفر لنا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم يا خير الغافرين اغفر لنا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وارسقنا العمل به اللهم علمنا ما ينفعنا وارسقنا العمل به اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا سمع الدعاء يا ولي المؤمنين يا خير الناصرين فرش كروبنا وكروب المسلمين في كل مكان اللهم فرش كروبنا وكروب المسلمين في كل بلد اللهم كلنا ولهم وليا ونصيرا اللهم كلنا ولهم وليا ونصيرا اللهم يا ذا القوة المتين والانتقام الأليم والبطش الشديد أهلك ودمر كل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين أينما كانوا اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم اجعل بأس أعداء الإسلام بينهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم امزقهم شر ممزق اللهم مزقهم شر ممزق إنك وحدك القهار الجبار إنك وحدك القوي المتين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك كثيرا 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 على نبي الرحمة نبي الهدى والتقى إمامنا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة